برضو درس تاني الحقيقة الواحد تتعلمه هو العمل المشترك والوحدانية يعني يقدقي أوقات الشدة صحة بتكون صعبة على الجميع ولكن في نفس الوقت أوقات الشدة بتجمع الناس مع بعض وتخليهم يديهم في أدين بعض وده فعلا اللي حصل إن إحنا إزاي إحنا عندنا عدو مشترك عزين إحنا نتغلب عليه يبقى لازم إن إحنا نحط إدينا في أدين بعض ونشترك مع بعض ويكون لنا كدوة الوحدانية في الفكر وفي القلب وفي المشاعر أدي إيه كل الناس كانت متأثرة بهذا الحدث فنتمنى برضو إن إحنا نتعلم يعني مش لازم شدة جيلنا علشان يبقى بيننا وحدانية وعمل مشترك ربنا يبعد أي حاجة وحش عن أي حد لكن كل ما نقدر إن إحنا يبقى فيه زي ما نقول في الأدس وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا يعني دي تكون حاجة جميلة لديه قلب رب المجد يسوع في الوحدانية يكونونهم واحدا كما إنه هو والأب واحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر